أدى المسلمون اليوم بمعظم الدول العربية والإسلامية صلاة عيد الفطر بأعداد محدودة بالمساجد وفق قواعد التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا وبينما كسر قليلون القرارات الرسمية بتعليق الصلاة وأدوها بالشوارع والساحات التزمت الغالبية بتدابير كورونا وأدوا الصلاة بالمنازل بين أبنائهم ففي المسجد الحرام بمكة المكرمة وقيمت صلاة عيد الفطر بوجود عدد قليل من المصلين وقالت وكالة الأنباء السعودية إن إقامة الصلاة تمت وفقا للأعداد والاحترازات الصحية اللازمة المتخذة جراء جائحة كورونا وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أصدرت تعميما لمؤذن المساجد والجوامع بالمملكة برفع التكبيرات يوم عيد الفطر من بعد صلاة الفجر وحتى دخول وقت صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية مشددة على عدم إقامة صلاة العيد في مختلف الجوامع والمصليات وفي تونس أقيمت صلاة العيد في العاصمة والمناطق الأخرى وفي مسجد أنس بن مالك في العاصمة اقتصرت صلاة عيد الفطر على حضور بضعة أشخاص فقط بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذت بمنع التجمعات الكبيرة لمنع تفشي فيروس كورونا وكان ديوان الإفتاء في تونس قد أجاز إجراء صلاة عيد الفطر في المنازل للحد من تفشي البيروس وفي كلمة للتونسيين بمناسبة عيد الفطر وجه الرئيس قيس سعيد تحذيراً شديداً لأجة إلى من وصفهم بلذين يحنون إلى الماضي قائلاً إن ما يأملونه مجرد أضغاف أحلام وقال سعيد إنه في الظروف الاستثنائية التي عاشتها البلاد بسبب فيروس كورونا اعتكف كثيرون لترتيب الأوضاع وتحقيق ما يراودهم من أضغاف الأحلام وفي السياق حذر سعيد أن من يستعد للفوضى بل ويتنقل من مكان إلى مكان لإضرام النار في متلكات هذا الشعب فسيكون بالتأكيد أول من سيحترق بألسنة لهيبها من يستعد للفوضى بل ويتنقل من مكان إلى مكان لإضرام النار في ممتلكات هذا الشعب فسيكون بالتأكيد أول من سيحترق بألسنة لهيبها بعضهم ما زاله يحن إلى ما مضى يحن إلى العودة إلى الوراء وآخرون يهيئونه أنفسهم لأنفسهم بما يحلمون وبما يشتهون والبعض الآخر للأسف دعبهم عن نفاق والرياء والكذب والافتراء من جهاته دعا رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي التونسيين إلى التهدئة والتوافق والتوجه نحو مرحلة ما بعد كورونا وفي كلمة بمناسبة عيد الفطر قال الغنوشي إن على التونسيين العمل من أجل النجاح في مجال التنمية والعدالة الاجتماعية كما نجحوا في مجال الحريات ندعو الجميع إلى أرص الصفوف ندعو الجميع إلى التهدية ندعو الجميع إلى التوافق ندعوهم إلى التعاون فشعب تونس أكثر شعب في المنطقة العربية أكثر شعب انسجاما مطلوب أن نحن نواصل مسيرتنا بعدما حققناه على المستوى السياسي وعلى مستوى محاربة هذا الوباء مطلوب أن نتجه إلى المجتمع نتجه إلى الفئات الضعيفة نتجه إلى المناطق المحرومة مطلوب إذن نتجه إلى التنمية وأن ننجح في التنمية كما نجحنا في السياسة ننجح في مجال العدل الاجتماعي كما نجحنا في مجال الحرية ونبقى في تونس أيضا حيث أولى محطات المعايدة من الحجر الصحي تأتي من تونس وانضم إلينا من هناك عبر الأخمار الصناعية الشيخ عبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة التونسية أرحب به فضيلة الشيخ عبد الفتاح مورو كل عام وأنت بخير كيف قضيت العيد في ظل الحجر الطوعي جراء جائحة كورونا أولا تحية طيبة لكم وللسادة المشاهدين وتهنئتي للجميع بالعيد السعيد هذه التجربة تحصل لأول مرة في حياتي وفي حياة الذين يعيشونني فرض علينا عدم التواصل بالمساجد وعدم إقامة العيد فيها واكتفينا بإقامة الصلاة في داخل الأسرة في بيتنا وحولنا غرفتنا إلى مسجد صغير أقمنا فيه صلاة العيد وكبرنا وفرحنا وسألنا الله تعالى أن يخفف عننا ما نحل فيه من شدة ومن كرب أمين يا رب نعم فضيلة الشيخ عفاة تحمر ربما كلمة الرئيس قيس سعيد أمس كان فيها تصريح إلى من يريدون الفوضى وإلى الثورة المضادة كيف رأيت هذه الكلمة؟ كل حال هذه اقتضاها الوضع المخيف الذي نعيشه الآن لأن هذه الوزارة التي تحكم البلد الآن لم تستقر بعد هي بمجرد مباشرتها لعملها عاجلتها حملة الكورونا التي عطلت مسارها الطبيعي وحولت اهتماماتها إلى معالجة هذا الوضع وهذا الوضع سيترتب عنه مخلفات ضيقة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي نحن رأينا أن ملايين المواطنين يأنون تحت وطأة انقطاعهم عن العمل وهم يقتاتون من عمل يومي فسنجد أنفسنا بعد خلوصنا من الكورونا أمام مخلفات سيئة لوضع ربما نحتاج زمنا طويلا لإقامته وتقويمه فأن يأتي في هذا الزمن أعمال تخريب لا مبررة لها ولا ندري من يقوم بها وأن تنتشر في حرائق متعددة في أماكن مختلفة فهذا ينذر بخطر شديد نريد أن يقف كل المواطنين اليوم على حد مسؤوليتهم الوطنية التي تفرض عليهم كمواطنين أن يحولوا دون دخول البلد في فترة فعل ورد فعل عنيف من شأنه أن يقوض آمالنا نحن التونسيين في أن نحقق تنمية في نطاق تعاون بين الأطراف السياسية المختلفة نحن مجتمع متوازن ونحن مجتمع ليس فيه فروق كبيرة من العيب أن يفرض على هذا الشعب أن يختلف ويفترق لا على شيء على وهم فقط وأن يدفع إلى التناحر فيما بين أفراده وأنا أعول على حكمة المواطنين التونسيين في أن يواصلوا هذه المسيرة بسلام نعم فضيلة الشيخ عفى التحمر وأيضا وأنت معنا كيف ترى ما يرى الشيخ راشد غنوشم أن هناك تشويه له خلال هذه الأيام هناك حملة قائمة على تشويه تصرفات الأستاذ خاصة النعي عليه بأنه صاحب ثروات كدسها من أموال الشعب والذي علمت أنه تقدم بشكاية في الغرض لدى الدوائر القضائية لإنصافه لأن هذا التشويه من شأنه أن يقوض الثقة بشخصه وبالمؤسسة التي يرأسها نعم شيخ عفى التحمر الحديث الآن حول يعني لو أردنا منك كلمة للشعب التونسي في ظل الظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة والأمة العربية والإسلامية ماذا تقول لهم نقول نحن قادرون على التماسك قادرون على مواصلة المشوار صحيح وأننا عند اختيارنا للديمقراطية واختيارنا للتعددية الحزبية وإقدامنا على دستور ينظم هذه التعددية لم يكن غائبا عننا أن الطريقة طويلة لتحويل هذه الأمان وهذه النصوص إلى تحويله إلى واقع نحن نحتاج أن نشتغل بإقامة المؤسسات الكفيلة بحماية هذا المسار التعددي في الآن نفسه هناك نقص على مستوى التنمية إشكالات اقتصادية واجتماعية عميقة وكبيرة تمس جوهر الوئام الوطني نحن قادرون على حلها شريطة أن يمد بعضنا يده للبعض الثاني وأن ننسى هذه الخلافات الإيديولوجية التي لن تساعد على حل الإشكال الشعب التونسي شعب واعي مدرك مثقف فاهم وطني كذلك يحب وطنه وأتصور أن هذه الخلال وهذه الصفات ستساعده على إيجاد أرضية صلبة لمؤسرة المسار ولتحقيق أمان الشباب الذين يتظرون إنجازا كبيرا لصالحهم الخلاف لن يساعد على ذلك والتقاتل لا يساعد على ذلك ولذلك أنا بسن المتقدمة آمل في أن يكون في وطننا من الشباب ومن الكفاءات ومن الإطارات الواعية والمدركة من يقدمون المصلحة العامة على المصالح الظرفية التي تزول بزوال ظرفها شيق عفتح مورو هل الثورة التونسية ورغم استقرارها تقريبا هل هي مستهدفة من قوى إقليمية تدعم الثورة المضادة وتستهدف الثورة التونسية والله أن يستهدفنا من هم وراء الحدود فهذا لن يضرنا إذا كنا متماسكين لأن الذين يستهدفوننا من الخارج إن وجدوا فهؤلاء لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا أمام شعب متماسك وأمام شعب يرفض وصاية الخارج عليه ولذلك القضية في أن أفراد هذا الشعب يشعرون بمسؤوليتهم المباشرة حيال هذا المسار ويحفظونه ويحمونه من كل تدخل خارجي لا يأخذ بعين الاعتبار الخصوصات الخصوصيات التونسية شيخ أفتح مرو يأتي هذا العيد وهو عيد استثنائي للظروف التي يمر بها العالم وأيضا للظروف التي تمر بها الأمة العربية والإسلامية يعني في ظل هذه الألام والجروح للأمة العربية والإسلامية ماذا تقول لهذه الأمة اليوم؟ نحن كنا في وضع مزعج ومقلق لأن تنميتنا لم تتم ولأن تواؤمنا وتفاهمنا لم يتم ولأن حتى المؤسسات التي وضعناها لتحقيق شكل من أشكال الحوار بيننا تحولت إلى مؤسسات سورية وكنا نتوقع أن يتم الوعي بهذه الوضعية السيئة لتلافيها إلا أننا نفاجأ الآن بالكورونا التي غيرت التوازنات العالمية يقينا واليوم نحن نحتاج إلى أن نتموضع في موضع ما في العالم أين موقعنا؟ القوى العالمية التي عهدناها القوى التقليدية ستغير مواقعها باليقين واليوم ستطرع أشكالات كبيرة على كبار العالم يريدون تصفيتها وبأي طريقة هل يجيروننا نحن الآن لخدمة هذه المصالح الضيقة لبعضهم على بعض؟ هذا ما نخشاه ستضيع عندها آمالنا في تنمية عربية وفي تواؤم عربي وفي تفاهم عربي نحن نحتاج اليوم أن نبرز أمام الناس بأننا غير مجيرين لا لشرق ولا لغرب ولا لقوة ناشئة أو قوة ساقطة بقدر ما نحن مجيرون لخدمة ينبغي أن نجير نعم نعم شيخة فتح مورو أنا أتصور أن موقعنا اليوم يقتضينا أنه شيخة فتح مورو نعم نعم تفضل أكمل تفضل أكمل تفضلوا أنا أقول نحن مطلوب مننا أن نعي المرحلة التاريخية التي نمر بها وهي مرحلة تحولات كبيرة ستقضي على المنظومة العالمية التي كانت قائمة من قبل هذا النظام العالمي الجديد اليوم يتراهل ليفسح المجال لنظام عالمي جديد والمطلوب مننا أن نحدد موقعنا فيه أن نختار موقعا يجعلنا قادرين على أن نسمع ونسمع لكن باحترام كامل لذاتيتنا ولقدراتنا نحن أمة لها قدرات سمعون بالمئة من شعوبنا شباب نحن أمة لها إمكانيات اقتصادية كبيرة بما نحوزه من طاقة تحت أرضنا بما نحوزه من كفاءات علمية تعج بها جامعاتنا ومراكز البحوث لدينا نحن قادرون على أن نستغل كل ذلك لتحقيق موطئ قدم مع الناس في هذا التموقع الجديد وهذا يقتضينا أن نقف صفا واحدا أن نتشاور في شأنه ونتعاون شيخ عفل تحمر قبل أن أختم معك كيف كان العيد اليوم مع الأبناء والأحفاد في ظل التدابير الاحترازية لكورونا هل كان هناك اجتماع؟ كان هناك عيدية؟ ماذا كان؟ كان يقينا كل الحفاوة والترحاب بأبنائي وأبنائي أبنائي ولم يحسوا بنقيصة أبدا سوى تساؤلهم عن سبب عدم خروجنا من البيت لأداء واجب سلة الرحم مع أقاربنا فأشعرناهم بأن الوضع الصحي يفرض ذلك قادره وهم يعيشون وآما عائليا نسأل الله تعالى أن يعوضنا عن حالة الحصار الصحي الذي نعيشه بشكل من أشكال انفراج الكربي قريبا يا رب العالمين آمين آمين وسلامكم الله أنتم والأسرة وشعب تونس جميعا الشيخ عفل تحمر نايب ريس حركة النهضة التونسية شكرا جزيلا لك